اقصر السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم طبعا هذا الفيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي نزلتها اكيد يعرفين ايش السبب من العنوان طبعا الدرع درع اليوتيوب عقناتي هاي يسمى��موشتاه تيفي المفترض واصلنا الدرع يمكن من 6 شهور لكن للأسف احنا لما يصلنا الدرع على غزة قصة عويصة يعني لازم تبعتوا على الضفة يعني احط��니 عنوان في الضفة لو حطينا عنوان في الغزة ما بصلنا وتشوف صديق أو تاجر جاي من الضف لغزة عشان يبعث لك الدرع فيعني قصة طويلة عريضة فظلتنا أخر أخر لما هنا وأخيرا وصلنا الدرع حتى قناتي الأولى سامي مشتهى من زمان واصل مئة ألف مشترك ومن زمان مفترض يكون جايين الدرع فهذا أول درع وصلني من قنواتي على يوتيوب سواء الأولى أو الثانية فلهيك أنا سعيد ومبسوطي كتير طبعا مين معي اليوم ورا الكواليس من ورا الكاميرا عزام أهلا وسهلا عزام طبعا سافر على الإمارات سمعنا صوتك طيب أهلا وسهلا فيكم عزام راح على العمرة فعام العمرة فسكرت كأنه الكابة لأول مرة بعدها راح على الإمارات فسكرت الإمارات عشان كورونا بس الحمد لله رجع وهي أمور العالم إيش صارت تمام لهيك نصيحة إلي عزام ما تطلعش من غزة ما تسفرش بعد اليوم طبعا عزام سافر ورحلة سفر طويلة ومعنى وبعدين منحدثكم فيها فخلاني شوي هيك ما أكره السفر من الغلبة اللي على المعبر ما علينا ندخل في الموضوع ودرع اليوتيوب ووصلني يا جماعة درع طبعا الأول هو درع الفضة اللي هو درع المئة ألف مشترك أنا الآن 350 ألف مشترك يعني زي ما قلت لكم من الزمال مفترض يكون وصلني فنبلش ونشوف إيش موجود في داخل الدرع وأخيرا طبعا ما تدقوا على الشغلات لأنه معبر وكذا فيمكن يكون أصلا بتبهدل ونفتح أنا متأكد خمس مرات قبل ما يصلنا نبلش لكن عشان كورونا ومعبر وكذا فلابد من تعقيم طب أنا عقمت البكات من بره بس أنا بعقم الآن عشان التصوير انت فاهمين عشان أذكركم في كورونا بس لا عقمت أول ما وصلني لأنه الوضع الوضع هيكون صعب احنا عنا كورونا في غزة ووضعنا يعني الآن وضع صعب جدا بديك لنسى عزام طبع عشان ما أتبهدل الشيء يعني يعني دائما أنا بشوف اليوتيوبرز بعملوا وصلني درع وصلني درع وأنا نفسي يصلني درع من دروع قناته وأخيراً هيوصل طيب نفتح في مقص ومفتوح من جهة على فكرة حتى شوية منه مفتوح لأنه أنا متأكد فتحينه على المعبر وخاف ونكون مهرب فيه إيش طبعاً جهة الثانية مفتوحة فبسم الله ونفتح الدرع طبعاً الرسالة الأولى اللي هو مع كل مع كل درع المئة ألف ابتصل يعني بقول لك هل بتتذكر أول مئة مشترك حصلت عليهم وهل بتتذكر كمان أول ألف مشترك والناس نجذبوا لقناتك ووصولها من خلال بحث على يوتيوب وطبعاً الموقع مين؟ المدير التنفيذي للشركة اللي هو سوزان هاي الرسالة بتصل مع كل يعني الدرع الفضي بتكون واصلة معاه هاي طبعاً واضحة جاي الناس مية مية يعني لوحد بديقراها ويترجمها هو حر طيب الشغلة الثانية يعني بحطه جميل أو يعني عشان تتواصل زيك تتواصل على البريد هاي موجود طبعاً اللحزة الفيصلية ودرع يوتيوب أنا أكيد فهدلت صاح؟ شعر كله مليان كله نتفي راح ولا سوينا أنفط حالي هاي طب ماشي عدنا من عدنا عزام حاليا حركة غريبة الاستوديو انت بدك تنطف ودير بالك الاستوديو تبهدل بس يلا معلش طبعاً الدرع ودرع يوتيوب دايما منشوفه على يوتيوب لكن ولا مرة شفناه على أرض الواقع الله خلص هاي هاي ما بتلزمناش خلص وأخيراً ايه جماعة درع يوتيوب الفضي ميت ألف مشترك سامي مشتهد تي في طبعاً كانت هاي سامي مشتهد تي في لكن انتو حبيته انا شو تيوب شو تيوب خليتها تي في عشان أنا أشتغل بالتلفزيون كمان وخناتي الأولى برضو عن برامج التلفزيون فيعني خليتها تي في لأنو أنا بحب العلام كمان وأنا بشتغل في إباع وفي تلفزيون فيعني إذا هيك خلتها سامي مشتهد تيفي عزام واضح الاسم؟ ألفوا هيك؟ قربوا الكاميرا أقربوا هيك؟ رضاقة قوية هيك؟ طب هيك؟ هيك؟ نفس الزاوية هذه طيب سامي مشتهد تيفي مئة ألف سبسكرايب وبشكركم كتير بصراحة أنو وصلتوني لهذه المرحلة أنو أصل لبيرع الأول طبعا لأنو أنا يعني طماع وأتمنى منكم كمان تزودون وتوصلوني لما اليوم مشترك وبصراحة أنا مجيحة بهذه القناة يعني بفترة مش كتير طويلة لأنو بدعمكم ولأنو في كتير ناس بتابعوني قبل بالتلفزيون فحبوني فعملوا سبسكرايب أنا سعيد جدا بشكل يعني غير متوقع أنو بصراحة صح قسرت شوية الفترة الفاتت في يوتيوب أنو صرت أنزل بس حلقة قبل أسبوع وكذا وكتير بتصلي مسجات يا سامي أنو بدنا إياك تكون مش رسمي بالقناة يعني أنا ممكن سلسلة جولة الأخيرة في كتير ناس قالوا لي يا سامي بدنا إياك شوية تكون هيك يعني تنزل تكون ببساطة أكتر لهيك الفترة الجاية بعد هذا الفيديو إن شاء الله بعد فيديو المئة ألف مشترك قررني طبعا أنت ثمية وخمسة ألف مشترك بس يعني بعد فيديو الدرع قررت أنو أطول عليكم ببساطة يعني أقدم لكم شيء بسيط جدا شيء بعيدا عن الرسمية لأنو كتير بعثوا المسجات سامي سامي أنت رسمي سامي زي التلفزيون خاصة على آخر فيديوهات لكن أول فيديوهات كلها كانوا الناس كتير حبتهم سواء اللي مش رياك شنا والتحديات إذا كانت مع الأطفال أو يعني كبشة الشغلات لكن قالوا لي سامي بدنا إياك تكون يعني مش رسمي أنا متعود على التيفي بشكل عام على العمل التلفزيوني لكن خلص قررت أنو حكون إن شاء الله أبسط برضو حقدم شغلات حلوة مفيدة لكن حكون طريقة عرض حتكون أبسط من كده فأنا سعيد جدا لوصول الدرع إلى غازة غزة بعد يعني معاناة طبعا رسالة شكر لكل المتابعين لكل اللي بتابعوني لكل الناس اللي دعموني لكل الناس اللي وقفوا معي لكل الناس اللي بيحبوا المحتوى اللي أنا بقدموا لكل يعني لكل الناس تعالي عزام عشان أن أخذ صورة فوتو فرجيكم عزام بعد السفر شوفوا يمكن هو سمن شوية فما تدقوش أعطيكم العافية أهلاً وسعلاً أضرون طبعاً درع الميت ألف إن شاء الله عبال درع المليون المليون بمشترك بوجودكم وبتفاعلكم مع الله على المجملات شيخين والله بنفهمه هو برضو كان يشتغل معي في التلفزيون فأكتب تعمل قناة يوتيوب اعمل قناة يوتيوب إذا المتابعين بيش هنجعوا جماعة شوفوا فيديو كنت عامل فيديو مع الأسود كان أسود صغار فأنا كنت عامل فيها كني مربح حيوانات وعزام عديش طول الفيديو هو خايف يمسكه يعني خايف من الأسود بحط لكم برضو الرابط بالوصف تشوفوا الحلقة كانت على اعتبار أنه أنا كنت خايف على اعتبار أنه لا هو اللي حيشاهد الفيديو راح يعرف أنه عزام كان ملموس يعني هو بصراحة أسود بس يعني صغار لسه لسه ما بعضه عزام برضو كمان بشكر يا جماعة ليش لأنه دائماً معي يعني هذا زي ما قلوها رفيق الدرب وحط أغنية عزام في الباك رفيق الدرب يعني في كل الفيديوهات في كل الفلوغات كتير كان موجود معي لأنه هو صديقي ودائماً موجود مع بعض يا بالشركة يا بالتلفزيون بعملنا فصحبة وشغل مع بعض وكل شيء مع بعض أنا طولت كتير صح؟ أنا عارف أنه أنا طولت كتير طيب طيب أنا مش عارف كيف منظر بصراحة مع البريق فأنا آخر شيء بشكركم وبشكر كل حد دعمني مرة أخرى وخيرا نختم الفيديو نجرب هاي يعني أول مرة عشان ما هي خلاص بهدل أو بهدل أو تكنيس استوديو هيك ليف يمين ها من هاد على الآخر اشتركوا في القناة